لكن هو تقرير كان لأهل العطاء اللي أفنوا حياتهم في خدمة السودان اللي هم نموا مشاريع خارجية في خارج السودان ولكن بمجهودات أبناؤهم هم عادوا للسودان هاشم محمد حسن عادوا للسودان بأبناؤهم ويحكسوا خبراتهم في مجالات متعددة اليوم نحن سهيدين جدا إنه منتدى العمارة السودانية لعيادة أهل بعش مهندس حسن قاموا احتفائية ومعرض لتخليد ذكرى الوالد المعماري هاشم محمد رسمان باعتباره أولى المعماريين السودانيين الجامعيين وهو المعثيئة أمام الدماغيين كان هو الأول شهادة السودانية كيمبيسي وهو أول المدموع لكن كل مبتانه نوابطه ما ذكره ترسى الهندس المعمارية لمدة 6 سنوات في ليستر ويتخرج من الجامعة وكان أول محماري مؤهل عن تاهيل كامل يعمل في السودان يشتغل في السودان أنجز عدد كبير من المشروعات خاصة المباني الحكومية وعدد من المباني الخاصة في مناطق مختلفة من السودان خاصة مدينة العمارات ومناطق أخرى من الحكوم مش اشتغل فترة في سلطنة رمان يمكن دي كانت الفترة النجح أنه ينجز فيها الأزالة كبيرة صمم عدد كبير من الوزارات في سلطنة رمان وعدد من المدارس والمستشفيات تقريباً كل المنشآت الحديثة في رمان في الوقت الآن كان هو عنده دور في إنشاءها عاد للسودان بعد ما أكمل حوالي عشر سنوات في سلطنة رمان ويشتغل مع الدكتور المهندس آدم مادبو في مؤسسته الاسمى سيبدو وبرضو من خلال العمل ينجز عدد كبير من المنشآت في الجامعة أبريلية العالمية والنادي المردوماسي وعدد من المباني المتعدل والطوابق في وسط الخرقوم وكذلك فرور بلك السودان في المدايات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر